في نظام المات بإمكانك تغيير وظيفة أزرار التحكم الموجودة على الكيبورد متر كنترول أو أوبشن وكوماد لأنك تروح لإعدادات النظام وبعدين تتخرع على كيبورد وبعدين تختار موديفاير كيز فعلى سبيل المثال لو اخترت زر تكبير الأحرف الإنجليزية فبإمكانك تغيرها إلى أن يصبح كنترول أو أوبشن أو حتى زر الهروب أو أنك تعطله تماما باختيار نو أكشن وبإمكانك دائما الرجوع إلى الإعدادات الافتراضية بأنك تختار Restore Default ليش نحتاج مثل هذه التغييرات؟ لسببين السبب الأول الناس اللي محهم ماك بوك برو الجديد واللي مع شاشة لمس فبعض الأحيان يكون زر الهروب بعيد عنهم فبإمكانهم تعيين أحد هذه الأزرار ليقوم بوظيفة زر الهروب الحاجة الثانية لو كان عندك كيبورد توزيعاتها مختلفة عن الماك فبإمكانك تغيير وظائف بعض الأزرار لتناسب احتياجه أتمنى التلميهة عجبتكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم